اهلا و سهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقرة الاساتذة الاستاذ محمود شاوي ازاك استاذ محمود اهلا بك ببراك يا حبيبي ازاك حبيبي اوله تمام استاذ عب حكيم ابو عالم ازاك عب حكيم اهلا بك شرفيننا ومنوريننا في هذا اليوم التاريخي وهذه الزيارة التاريخية للكل بيعتبرها زيارة تاريخية صحيح انت قدام مشهد مختلف مشهد طبيعي انا اسف لا هو مختلف عن ما كان يحدث لكنه مفروض يكون طبيعي ومن هنا بتاعت اهمية الزيارة رحك قلتها بالزبط دي ان المفروض انه تكون طبيعي ان الاهل والزمان كتبادلت الزيارات بشكل متكرر انه كون العلاقة علاقة مختلفة بين اكبر ناديين في الشرق الاوسط وانا ما زلت وصير منهم اكبر في الشرق الاوسط فترة صعبة مرنا بيها في الارضة المصرية اعتقد انه المشهد النهاردة بيصدر استطار على فترة يعني كان فيها ظلام كثير كان فيها مساوء اكتر كان فيها خروج عن النص بشكل واضح لكن اللي بيحصل النهاردة تصحيح للأوضاع تصحيح للمصار بشكل كبير جدا وده يؤكد لك على قمة الاهل والزمالك وكمان قمة الرموز زي رمز كبير زي كابت المحمود الخطيب باستقبل بهذا الشكل الرائع حتى لو الناس او اوضاء في الزمالك او عاملين في الزمالك او موظفين او عاملات كبار في السنة وصفار في السن كلهم عاوزين نتصوروا مع عقبة الخطيب او يسلموا عليه او حتى يهتفوا باسمه داخل مقار نادي الزمالك ده امر مختلف كمان الحفاوة اللي قوبل بيها مجلس دارة نادي الاهلي هي حفاوة مقدرة صحيح ولازم نسني عليها وننشيد بيها ولازم نبنى على ده الرياضة تعمت عشان المنافسة الجميلة والشريفة والممتعة احيانا وعلى فكرة الزيارة دي مش هتوقف التنافس التنافس سوف يستمر ده اللي بقوله دايما بقى طبعا في كل وايات لكن الشياكة في التعامل والرقي في الاختلاف حتى لو كان في اختلاف ودي مبادئ او اساسيات او فلسافة كنا بنفتقطها في السنوات الاخيرة بشكل جدا جدا حان الوقت ان احنا نردم على اللي فات ونفتح صفحة جديدة حان الوقت ان احنا نتخلص من اي شيء يسيء للرياضة المصرية اللي مفروض تستعيد جزء كبير جدا من بريقة كمان لازم نتوقف قدام كلمات الكلة المحمود الخطيب لما قالك ان الاهل والزمانك مش مجرد علاقة عادية قصيرة لا هي علاقة تمتدل اكتر من 100 سنة وده ما بحصلتش في دول كتير بالمناسبة ان يكون عندهم نادين الكبار عمرهم اكتر من 100 سنة ده امر تاريخي مهم اذا هي زيارة تاريخية اعتقد ان صفحات التاريخ بعد السنين طويلة هتتوقف كسيرا امام هذه الزيارة زي ما توقف التاريخ برضو امام زيارات اخرى سابقة الكابت صالح سريم مثلا او بعض رموز نادي الزمالك او قياداته داخل مقار النادي الاهلي بعض الزيارات ولكن ايضا في الملعب سنة 83 الكابتن محمود الخطيب مسك ايد كابتن حسن شحاتة وراحوا لجمهور الناديين الكبيرين النادي الاهلي ونادي الزمالك وكانت لفتة رائعة من النجمين الكبيرين ساعتها كان ممثل نادي الزمالك كابتن حسن شحاتة في الملعب كابتن فريق نادي الزمالك وعلى الجانب الاخر كان كابتن محمود الخطيب هو ممثل النادي الاهلي كابتن النادي الاهلي في ذلك الوقت الآن وبعد 41 سنة نفس المشهد بممثل النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وممثل نادي الزمالك كابتا حسن لبيب خلنا نتفع كابتا نستلم أن كرة القدم هي مزاج الشعب المصري بشكل عام أو الرياضة وكرة القدم مزاج الشعب المصري ويمكن حتى لو كانت باينة نسب الشعبية لكن يبقى الأهل والزمالك هما الأكثر شعبية في مصر يمكن نتكلم في 60-80% من الناس اللي بتشجع كرة في مصر بيشجع الأهل والزمالك وانت في المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي بضيف حتى الكلام صديق المحمود اللي هو تكلم فيه لكن نضيف بعد تاني أنت في ظل الوضع والتحديات اللي فيها البلد دلوقتي على مستوى الاقتصاد على مستوى اللي بيحصل على حدودك في كل الأماكن مهم جدا أن الجابهة الداخلية عندك تكون مستقرة تكون الأمور فيها بشكل جاي تمشي بشكل كويس جدا فاللي بيحصل النهاردة ده دي بادرة أنه بفيه توحد وفيه استقرار وهدوء فيه روح رياضية وتنافس زي ما انت عايز وعلى فاكرة تنافس وتصارع على صفقاته عادي جدا وكل ده مقبول طبيعي لو خلي بالك اللي هو التحفيل اللطيف الحلو ده اللي احنا أيام ما كنا احنا نلعب يعني ما كنا لنا جمهورين لطاف وحلوين وكل حاجة وده يضحك على وده يعمل معدقه وخلاص وده يتنتهي لكن كل ده يكون في إطار الرياضة ولا يتخطي زالك ومهم في الفترة دي البلد محتاجة على مستوى السياسي على مستوى الاقتصادي على مستوى أن انت حتى البلد بجانب نقطة تانية مهمة جدا لن تستقيموا الأمور في مصر والجمهير ترجع بالساعة الكاملة إلا لو حالة الهدوء اللي احنا بدناها من المعرضة مش هتستقيم إلا انت ما تقوليش تجي تطلب من الأمن لانا تعمل لي ساعة ساعة وفي احتقام خلي بالك هو ثلاث مشاهد برضو ورا بعض مشهد زيادة الأعداد من 25 ألف ده مشهد أعتقد أنه هو كان بسبب لأن الاتفاقات بتبقى لأن الاتفاقات بتبقى على سكيل أوسع أو على شكل أوسع فمعروف أن الخطوة الأولى زيادة إلى 20 ألف الخطوة الثانية وجود مجلس الدولة النادي الأهلي في نادي الزمالك وبالتالي أنت كجمهور ولادك وأولادي وصحابهم وأخواتهم وأصدقائنا وأصدقائكم لما تشوف المنظر ده أعتقد الثانية حتيت طبعا ما هو انتحادات بتقدر توصل اللي انت بتتكلم فيه بقى ما تجيش تطلب للأمن وتطلب للجهات الأمنية تقول له ما أنا عايز أدخل ساعة كاملة والوضع كان محتقن بصورة إنك وصلت إن لو فيه 2 قبل وبعد ده يقول له أنت وقلت كذا وده يقول له أنت عملت كذا كان الوضع صعب جدا لكن المنحنة التالية اللي قلتها كان لنا حضور الجماهير هيخليك مثلا زي ما حد نتكلمه للدور السعودي أنت تقدر تواجه الدور السعودي في قوته بالجماهير وده الحتة اللي كنا دائما مختلفين فيها كنت بتقول له لأن ده الجماهيرها كنت تقول لك آه هنا في الوقت ده لو الجماهير دخلت أنت تقدر تواجه قوة أي دوري على المنطقة العربية بجماهيرة شوفنا النهاردة في مطش الزمالك والإسماعيدي بالمناسبة ممكن المستوى على فكرة ما كانش متواصل كان متواصل لكن الحضور الجماهيري خلى شكل المطش المطش شكله حلو فالجزء زيارة النهاردة تاريخية لها أبعاد كتيرة جدا على مستوى البعد الدولة الجبهة الداخلية على المستوى كمان أنك حضور الجماهيري تتدي لقى تشتغل كورة وصناعة كورة قدم وخد بالحضاء كابتنا استعمل في حاجة مهمة جدا النادي الأهل والزمالك هم أكبر ناديين مدارين من غياب الدخل من حضور الجماهيري عدد تذاكر وأقامت ويزبط تدخلك لو أنت أنا هقولك متوسط 30 ألف يا كابتن 30 ألف متفارق في كل مباراة ده بالنسبة لأهل والزمالك لو أنت حسبت النادي الأهل والزمالك يلعبوا على الأقل من 15 إلى 18 مباراة على أرضهم اضرب بتكلم في 450 ألف لو عملت التذكار 50 جنيه شوف السعر كابتنا بص المداخيل المفروض بتدخل الأهل والزمالك والناديين محرومين منها لسنوات الهدوء ده هيجي مش 20 ألف مش هتبقى المرحلة الأولى لا فرج الفترة اللي جاية لو الدنيا ماشية بالشكل ده وهنتكلم على كرة قدم فقط لغير وعلى فكرة هيبقى في انتقاط تحكمه عادي عادي لا 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 ده طبيعي على فكرة ليس لهذا الأمر علاقة أنه النهاردة كابتن محمد عادي بس دهنا سايبوا البكرة يعني كابتن محمد عادي لمعجب نشي صراحة أنا مندهش قريب جدا هنتكلم عن هذا الأمر طبيعي من أرباح ولكن نكمل بس القسم فكل حاجة بتقدك لسكة أنه نحن نبقى قورة ما فيش غير قورة بقى سوان قورة رياد دي سلة طايرة وتختفي بقى مصطلحات بقى إيه أصل فلان الفلان ده كان بيلعب وفلان فلان ده بيفوت وفلان فلان ده مش عارف مين عايزين المصطلحات دي كلها بقى إيه تغيير الثقافة النهاردة كابتن خطيب قالها كلمة حكمة الحقيقة قالك تغيير الثقافة يجب أن يكون من خلال أو يبدأ من الأعدل المعمولة أو وجود مجلس دارة نيد الأهلي من ضمن الحاجات اللي لفتت الأنظار الحقيقة تكريم الوزير العمري فرقونيا برئيس نيد الأهلي بالوقوف دقيقة حدود وقراءة الفاتحة أولا ثم وجود الكرسي بجانب كابتن خطيب وعليه بوكي ورد كرسي للراحل يعني حضرنا وحضرتك وجود كابتن حسين اللبيب في المستشفى وقت مرض الراحل الوزير العمري فروق وفي العزة وفي العزة بعد كده لكن لفتة جميلة لفتة مقدرة وتعبر عن رقي في التعامل وكمان بعض النظر أن أنت مش مجرد بتتقبل مجلس دارة نادي أهلي فقط لا أنت مركز في هذه التفصيلة وده حاجة لازم نحييهم عليها لازم التحية للي فكر في اللفتة دي من جارب مجلس دارة نادي الزمالك وطبعا بالتنصيق مع مجلس دارة النادي الأهلي والمجلس الأهلي كله مفتقد للعامل فروق أي كلهم وحسين اللبيب الكابتن حسين اللبيب رئيس ناس الزمالك أكد أنه كان نفسه حتى أن الزيارة النهاردة تكون في وجود العامل فروق رحمة الله عليه طبعا هو رحنا على عالمنا لكن ترك سيرة جميلة أي ومن هنا كابتن الإسلام بأكد على كلام صديقي عبد حكيم في ايه؟ أنه الألفاظ اللي كنا بنسمحها والشتائم والبطاوة واه 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 مش هتقن منها إلا السيرة السيئة صحيح لكن العامل فروق ترك سيرة طيبة أي وهنا بقى الفارق الكبير جداً ما بين من يصنع مجد لنفسه بعد رحيله ومن يكتب اسمه بحروف من دهب اه بحروف من دهب ومن يكتب اسمه بحروف من طين هنا الفارق وهنا الفارق فكل واحد عليه انه ينظر لما هو قادم بعد الرحيل اللي عامل الفارق النهاردة كل الحديث كان عليه بمنتهى الجمال مش النهاردة بس الحقيقة يعني سيظل ذكره اعتقده طبعاً لكن في الاحتفال وفي ظل الاحتفال كمان بمجلس الاهلي كان اللي عامل فروح حاضراً وبقوة وده بيؤكد لك على قيمة هزر كل تتوقع كيف تسير العلاقات خلال الفترة القادمة؟ هتسير بشكل طبيعي جداً خد بقى كابتن اسلام في حاجة غاب تبقى غايب عن الجمهور يعني مثلاً المهندس خالد مرتاجي مهندس خالد مرتاجي كانت بدايته كرة يد كابتن حسين لبيب يعني كابتن المهندس خالد مرتاجي بدأ بمدير جهاز منتخب اليد كابتن حسين لبيب كان لعب يده وكان مسؤول في كرة اليد المهندس الشام مصر كان في كرة اليد لما تيجي تبص علاقة باستاذ محمد الجارحي والاستاذ محمد ضماطي كارجال أعمال هتلاقيهم نفس الموضوع في هاني بيرزي ومع مجموعة الجارحي والاستاذ ملك أصدقاء برا المجال فالقصة كلها هنا مرتبطة كابتن أحمد سليمان كان مدرب حراس مارما في الجيل اللي كان موجود معا كابتن حسين غالي وقلت حضرتك كنت موجود كان هون مدرب بتاع المتعدي فطبيعة الحال هتلاقي معظم الأسماء هنا معظم الأسماء هتلاقي الأمور قريبة جداً بعيداً عن اللي احنا بنشوفه بس هم بالأمان يعني المجموعة اللي موجودة في الزمالك حالياً والمجموعة اللي موجودة في الأهلي مفيش أي حاجة حصلت بينهم الصراع سيظل موجودة على الصفقات برضو عشان لا تفكر وكورة عادي جداً وعلى فكرة انهاء الكاس ممكن تلاقي الدنيا شدة بس جوة الملعب فقط مفيش حاجة براها وهتلاقي الأمور عدية جداً هو ده الطبيعي على فكرة هو ده الطبيعي ده كورة ده الرياضة بشكل عام عموماً بما أننا نتكلم في هذا الأمر خلينا نطلع نشوف ماذا قال أو ماذا قالت كابتن نيارة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والأستاذ أحمد خالد حسنين أيضاً عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وماذا قالوا في هذه اللحظات التاريخية نسأل بحضراتكم مرة أخرى وبالفعل تظل دائماً الرياضة أخلاق زي ما حضراتكم شفته وهذه هي الرسالة اللي بنوجهها للجميع مجلس إدارة نادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك اتفق على هذه الرسالة أن الجميع دائماً يد واحدة أمام كل ما يحدث خلال الفترات السابقة ولكن القادم دائماً يكون أفضل وتكون العنوان الرئيسي في هذا الأمر هو أن الرياضة دائماً ما تكون مسئولية وأخلاق خلينا نطلع فصل وبعد الفصل نرجع نتكلم عن ميدياما وعن محمد عادل كابتن محمد عادل وتغير طريقة أداء كابتن محمد عادل من كأس الأمم الأفريقية لمباراة الدولة العام أهلا نساء ربا حضراتكم مرة أخرى محمود كنت عايز تتكلم عن أداء كابتن محمد عادل النهاردة وتغير الأداء ما بين كأس الأمم الأفريقية ومباراة الدولة العام بشكل عام طبعاً الناس مصدومة على السوشال ميديا وبالمقرر الحالك بتقولها أداء الحكام في كأس الأمم وأداءهم سريع كابتن محمد عادل أعتقد كان كابتن أمين عمر أو محمد معروف محمد معروف اللي على الفار الناس كانت مصدومة وبصراحة ما كنتش مصدوم خالص ما كنتش مصدوم خالص لأنا لا كنت متوقع ده ومتأكد منه يعني بنسبة كبيرة جدا رغمنا أنا أشدت بأداء الحكام بالمناسبة كلنا أشدت في أمم أفريقية لكن وانا بقشيت بأداء الحكام كان إشادة مشروطة الظروف كانت مختلفة تماما الضغوط مختلفة حكام نفسهما ما طلعوا في حوارات تلفزيونية أكدوا ده أنه ظروف مختلفة والانتخابات مختلفة والهجوم مختلف والاختبارات نفسها الفنية في الملعب مختلفة فكل ده يؤكد لك أنه الحكام نفسهما مقتنعين من اللي برا غير اللي جوه أنا لازلت عنده رأي يا كابتن إسلام التحكيم المصري بيمر بأزمة تقلقوا في أم أفريقية ما تقلقوش أم أفريقية في مشكلة بالتحكيم أول هذه المشاكل الموهبة الموهبة في مشكلة في موهبة الحكم موهبة الحكم مش فيك تنوعها في صفر أو يعرف يرفع الرأي موهبة الحكم في شخصيته في عدم تأثير بالضغوط في اتخاذ المكان المناسب عشان يأخذوا القرار المناسب دي موهبة الحكم هنا عندنا مشاكل إذا كان في بعض الأمور في أم أفريقيا أعدت ممكن ما تعديش في الدولة المصري في ظل الأجواء الموجودة كابتن أمين عمر وهو بيعتبروا الحكم الأفضل في مصر حاليا فأهم ماتش في البطولة راح للفار مراتين والفار الأنقذه مراتين ورغم كده قلنا أن أداءه بشكل عام أداء جيد لكن في الاختبارات القاسية الفار الأنقذه هنا في الدولة المصري النهاردة أنت عندك أخطاء واضحة جدا شخصية الحكم تبدو مهزوزة لحد كبير وأعتقد اللي قادم برضو هيكون في نفس المشاكل كل ما أخشى دلوقتي أنه الطاكم اللي يدير نهاية كاس مصر أن الأهل والزمالك يكون عنده الهزة دي ويكون داخل الماتش هو عنده الفكرة دي أن اللي برغر اللي جوه صحيح ده للأهل والزمالك طبعا بيكلم فير دلوقتي بيكلم كورة صفارة وراية هل تحكيم عادل؟ بالضبط جدا أنا بالمنظر ده أخشى من الهزة من الاهتزاز وأخشى من ضعف الشخصية هل ده معناه أن في ضعف الشخصية بيسطر على الحكم في مصر؟ أيوة واللي هيأخذ كده أجماعة بقى بيتفن رأسه في الرمل لأنه السنوات الأخيرة شهدت أخطاء فني وإدارية وشخصية كارثية بالنسبة للتحكيم مرورا بالاحتواء بداية بداية بتليفونات متسجلة مش شوف شونا الكلام ده اللي ما شفتناهش كل ده بيؤكد لك أن فيه مشاكل في التحكيم الآن الآن أنت قدمت صورة طيبة في أمم أفركة بإيدك شكلك كده حاولت تشتوب عليه فده تحذير جاي بدري أتمنى أن الحكام يأخذوا بالهم ونقول كميتنا الشهيرة حب نفسك أكتر ما تحب أي حد لأنه في النهاية محدش هنتقد إلا أنت سوز عبد الحكيم أنا أخشى أننا ما نكملش الدورة هل تأخذ كلامي وبتقوله بسبب التحكيم أو بسبب حاجة تانية بسبب كله والله أنا بس مثلا أخطاء تحكيم طب إحنا الدورة هيكمل إمتى إحنا النهاردة في الأسبوع للتلاتاشر أو الأسبوع للتناشر تقريبا فاضل كم فاضل لا الأهلي لا بكام لا الأهلي بستة مرشاد طب إحنا نحن في الأهلي ده هيلعب إمتى إحنا النهاردة إحنا في نهاية شهر اثنين في نهاية شهر اثنين أه يعني 3-4-5 رمضان جاي رمضان دخلت في العيد انتكبت إن شاء الله بإذن الله رب نكرم الأهلي هكامل في دور الأبطال معناها أن أنت لحد نص حد 25-25 اللي هنتهجله مهورات ده مش بمزاجنا ولا بمزاج حد ده غصب الحد إن شاء الله ده ليحة أنا قلت لساميل على فكرة أنه يبقى يجيب الكلمة دي لأنه أنا السؤال ده بيستفزني كل الناس بتسأل نفس السؤال كل ما اتفرج على برامج رياضية أنا لسته من هوات الناس اللي بتطلع تقولك أنا ما بتفرجش على حاجة أنا بتفرج على كل تقريبا البرامج الرياضية على قد ما بقدر يعني عندي وقت بتفرج فما بتفرج بلقون بيسأله نفس السؤال هي ليه مطشوات الأهلي بتتأجل على أساساً الأهلي ده مع أن على فكرة إجابة السؤال سهلة جداً لايحة وبيتم بتطبيقها نفس الموضوع لما بيرامجز اتأجل مطش الأهل وبرامجز أو هيتأجل مطش الأهل وبرامجز ده إجراءة طبيعي جداً لأن الفاصل ما بين مباراة البرامجز مع مازينبي ونوزيبه في القاهرة الفاصل 6 يام والمفروض أنت لو تلعب مطش بره وجوه بقى 7 يام وطبيعي جداً المطش لما هيأخذوا القرار أن يأجلوا مطش الأهل وبرامجز بناءً على اللايحة بناءً على اللايحة لمصلحة برامجز لمصلحة الأهل عشان بس الناس ما تتخلقش الموضوع ده من حق أنا بقولك أساساً للسؤال ما ينفعش يتسئل لك مع حلاص الموضوع منتهي أربع تيامي يبقى خلاص وحيتحجل مش أربع تيامي ومع وجود واحد زي كابتن حسين بيطلب لك أسبوع وده حقه قبل كلك قبل كل معسكر لأنه عايز يتخلص من الجهات اللي عميين هنخلص على شهر 9 في 25 لا 9 لا 9 25 مش 24 فأنت هتكلم في شهر 5 في شهر 3 كله مش موجود شهر 4 لو لا هل لعب أفريق هنصه واخد بالك شهر رمضان شهر 5 عندك نهاء أفريقيا إن شاء الله شهر 6 فيه ارتبط تصفات كاس عالم 7 الاندية كلها موافقة كتابيا على أنها تلعب لفترة دورة لعب الأولمبية بدون لعبتها كل الاندية موافقة بل بداية السنة كتابيا طب هنممكن نشرح للناس يا كابتن إسلام بشكل دقيق برضه الأهل اللي على فكرة اللي حراج بتقول جملة مهمة هو الأهل اللي بيتأجله ماتشاط أو الناس اللي بتقول كده اللي بسأس اللي كابتن عامل حسين كان وضحى يعني وقال كتير ورغم كده برضه الناس ما بيتصدقوش لا لا ما إنها لايحة يا محمود ورغم كده كابتن صد الأهل هيلعب من 27 ماتش بلدية المحل 27 إيه 27 شهر ده آه بلدية المحل هيتسكن مكان برامت أوكي 27 فبراير آه الناس مش ياخدوا بالها على الفكرة إنه في فبراير 29 يوم آه فالأهل هيلعب من 29 و29 ويلعب مع ينجا بريجانزيوم واحد آه انت بتصور ده ما فيش تلات تيم آه الناس اللي بتكلم ناس بتكلم إليها لاحة الداخلية بسبب بسبب ها بسبب إله ده الرافاهية اللي بتكلم عليها الناس بتكلم عليها لبس قم بيقوله رفاهية يبصوا على أرقام والتورير مهم الدوري بالتوقف والتي أعيو يا Probe اتناشر اجيب معلومات لحضرتك معلومات جديدة يعني اه انا قلنا بكرة او خلال ساعات الدورة هتوقفهم اتناشر بس في ماتش هتلاعب بعد الاقاف طب متصور الاهل هتلاعب ام بيوم 15 في تعديلت الجدول الجديد الدورة هتوقف 12 الاهل اللاعب ام بيوم 15 الله عليك طب ازاي محسن حسن عايز اللعين ما انا بقولك هقولك هتلاعهم ويرجعهم هتلاعب بيهم لا 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 سواني بس هقولك التوقف الدولي بتاع المنتخب اللي كانت الحسن طلبه من 12 من 12 ده كابتر حسن ب 26 اجندة من 26 اجندة كل اللاعبة هنضموا الى اللاعبت الاهل ولو في حد في ام بي ينضموا بعد متصورة 15 يعني دلوقتي اللاعبت المنتخب هتسافت تعمل معسكر بتاعها في الامارات الى اللاعبت الاهل اه بالضبط انا بقولش رأي بقولها معلومات في فرق بين الرأي والمعلومة دي معلومة اه دي معلومة تمام التوقف التاني بتاع آآ 6 عندنا فيه بركينة وغينية الآآ 23 آآ 5 هيتوقف الدول اللي هو المفروض اصلا 27-5 حيلو فحسام حسن خدر بحتيام زيادة التجمع آآ التجمع بتاعه بتاعه يخلص يوم 13-6 يا نهر بيضا من 23-5 دي 13-6 يا لاوي 20 يوم وحدات تتكلم الدور يخلص في شهر 9 9-25 يا سوز عب حكيم ما هو ما حديدش السنة هو ما حديدش السنة ففيه تعديلات طرقت على جدور الدوري اتبعتت عشان تتاخد عليها الموفقات الأمنية ربط الأنديف بصدد أنها تعلن عليها ممكن بكرة أو بعده بكتير كلها في إطار طبعا الطلبات اللي طلبها الجهاز الفاني المنتخب مصر بقاطر كابتن حساب حسن بتمنى له التوفيق لكن واحد بتمنى له التوفيق برضه لازم نخاف على مصير الدوري سوز عب حكيم بسرعة جدا صعوبة مطش مديامة والناس ده لازم يعني تستوعب الكلام ده ده مش مبرر لأي حاجة صعوبة مطش مديامة تنطلق من حاجتين مهمين جدا مش في قوة مش هكلمك عن قوة المنافس وده وفق هكلمك عن نادي الأهلي عنده وغيابات شئتها مع بيته وده قدر النادي الأهلي انه بيتعاقد مع أو يتواجد من ضمن صوفه لعبيين دوليين سواء محترفين أو محلين بيتواجدوا مع منتخبات بلدهم وبتدفع فاتورة ان واحد زي برستاو استمر مع منتخب بلاده جنوب أفريق حتى آخر مباراة فجالك وهو مجهد بتدفع فاتورة ان لعبتك الدوليين بيجولك مثلا كانوا 7-8 منهم لعبوا وتواجدوا مع المنتخب ومخدوش الراحل كافية فدي فاتورة انت عدد الإصابات دي بتتسبب عندك في ان انت ما استعدتش في شكل كويس زي بقى الان دي لاستناف المسابق فدي جزء من صعوبة مباراة مديامة جزء التاني من صعوبة مباراة ان كل الفرق المجموعة يا كابتن لديها نفس الدوافع في التأهل لدور الثمانية لان فارق النقاط 6-5-5-4 فكل الان دي اللي 4 فرق عندهم نفس الدافع انهم يتأهل لدور الثمانية فأي مطش لقدر الله فوز أو خسارة أو تعادل يقلب الترابيزة الناحية التانية لأي نادل تاني فمديامة هيلعبك هو لسه عنده نفس الفرصة بتاعتك انت أول آه بس هو عنده نفس فرصتك لو كذبك هيبقى سبعة هيبقى سبعة ينجى عنده نفس فرصة الاهل كذبك هيبقى تمانية شباب بولوز داد عنده كل الفرق فدي صعوبة ان كل الفرق عندها دوافع فنفيش واحد رايح لانت المباراة القادمة يا مباراة صعبة جدا بسرعة محمود اسمع عرق يا برد اه طبعا مباراة صعبة جدا كمان على فكرة فريق الغاني فريق مستهلة عنده عنده أنية رايحين جايين اه صحيح اه طبعا عنده أنية كمان الحكم ده يعني حكم الجابون ده حكم صف ثاني يعني ده مش بالصف الاول لان الصف الاول هيكونه في دبي المعسكر المعسكر كاس العالم فالصف الثاني اللي هيحكم المباراة فدها برضو ومافيش تقنيت فيديو فكمان صف تاني مافيش تقنيت فيديو لمشكلة يعني ربنا يستر اشارة نظر نصتها فكل كويس انت لفت النظر لهذا الأمر الحقيقة لأنه كل ده كنت هتكلم فيه بكرة وأنتم بقولك بأسطولي الإنترو يعني بس ماشي عموماً يعني نتمنى أن يكون التحكيم عادل في مباراة النادي الأهلي القادمة أمام ميديامة بكرة هتكلم مع حضراتكو أكتر عن هذا الأمر لأنه موضوع التحكيم زي ما رسولتها بحكيين هتكلم فيه النهاردة أنه هو موضوع صعب جداً 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 مفيش فار فلازم يبقى فيه حكم خبرة والحكم مش خبرة طب يعني إيه يا جماعة؟ يعني ليه بتعملوا فينا كده أو بتعملوا في النادي الأهلي كده أنا الحقيقة مش عارف هذا الأمر أنا بشكرك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أنا بشكر حضراتكو شكراً جزيلاً وغداً حلقة جديدة من البيت الكريم